السلام عليكم ومرحبا بكم بقناة مطبخ كامل نرحب بكم كامل نقول لكم مرحبا بكم عندي في القناة اليوم واسيت لكم ارواع كوكتيل بالفواكه يجي بنين بزاف نتمنى عشالله ها تجربو وذروك منطبوش عليكم بلش نخليكم على المقادير وطريقة تحتها للطبقة الاولى نحتاج زوج حبات كيوي كنت قشرتهم وقطعتهم هكذا كما تشوفوا فيهم وغضيتهم بالفمال المنطق وخليتهم لكاملة في المجمد هكذا اخرجتهم وخليتهم ينطقو زوجهم لبارة سكر وهنا نحتاج كاس تلاتى يتقدم بالقاس هنا قامت بلقى صغيرة بصحتهم بعد اوصد الصفت وحنا نحتاج الجنج بلندغ هنا نحكم كاس صغيت على تاي وهذا الكوكتايل يحب يكون ثقيل ماهوش عصير المهم الفاك هي تخلجوها من المجمد خليوها شوية تنطلق باش تضربوها في البلندغ هناكي خلط شوية كان جاني ثقيل عاود اضفت شوية تعلق الغازوس بدوك القارس نخلط مليح الخالي بتاعي هناكي تضربو البلندغ تعب ما تخلط للكمش عاودو اضيفو غير بالعقل الغازوس انتو معينكم ميزانكم بس رح المهم يكون ثقيل الكمية اللي قدرتها جوني يعني ثلث كقوس بهذا الحجم هكذا نضيفهم كامل ونظروا الطبقة الثانية الطبقة الثانية احتاجت وحدة تلمون قطعتها وغطيتها بالفمى اللي منتخلتها اللي كاملة في المجمد زوج مغارف كبات على السكر وكاس ثلاثة تعلق الغازوس وروحوا مع الغازوس قطلكم يعني عينكم ميزانكم احنا ينضيف هذيك العمونك ووسكر وكاس ثلاثة تعلق الغازوس ودايمن قطلكم الفاكية تعاكم كيتو حدوا بسيوها في البلندغ خرجوها شوية ما القبل خليوها شوية تنطلق هنا يكن شوفوا البلندغ تعاكم ما ينضربش مليح عاودو اضيفوا الغازوس بس احروحو معاه غير بالعقل المهم يكون ثقيل نضيف هذيك الطبقة الثانية على هذيك الطبقة الولانية تعلق الكيوي نستويها مليح بالمغرفة نحاول يعني ما نطلعش هذيك الطبقة الولانية نستويها مليح نزيد الكاس الثاني كما راكم تشوفو فيه راها تقيل هذيك الطبقة الثالثة والاخيرة طبقة الثالثة والاخيرة نحتاج كمية على الفخاز كنت كيف كيف نهار الليلة من قبل شللتهم بالليح وقطرتهم ومسحتهم وواسيتهم وغطيتهم فيما لمنطق وحطيتهم الليلة كاملة في المجمد هنحتاج جغير مغرفة كبيرة على السكر فنلاتي ثلاثة ؛بش خاصة بالقص كنت أحبس والسغول انتبه لذا التساق الله نضيف الطبقة الثالثة نضيف الطبقة الثالثة نضيف الطبقة الثالثة كما راكم تشوفوا فيهم كوكتل ولا ارواح ستقوني يجيب احسن من اللي نتناولوهم بره ونعافوه وش نديرو حاجة في المنزل يكلو خطر نقولها لكم ويجيب احسن من اللي نتناولوهم بره وحاجة منعيشة وصحية ولا قلت لكم ولا ما عندكم لامونك تنجمو تعودوها بالبتسيخ ولا الكونتانو يعني الشي اللي عندكم في المنزل ولا يفخز راهم كينين والكيوية راهم موجود وحاجة بنينة بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الوصفة الكوكتل قلت لكم وصفة رائعة وتواسيوهم في صهرة رمضان العائلة تاكم والذيوف يعني تواسيو لكم تيتي شوية شوية والغد منك هذا ما تواسيوهم مش ساعة من قبل ولا يعني دقيقة الخرانية تواسيوهم وتقدموهم وتاكلوهم استحول هنا نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة